صباح الخير يا كريم صباح الخيرين أهوان صباح الخير لجمهير النادي الأهلي العظام صباح الخير لجميع عوضاء النادي الأهلي بكل فروحة ربنا يمطعكم بالصحة والسلام يا رب طبعاً النهاردة أنا في سبيشيال كده سيشن مع كيزي بتاعنا طبعاً معنا النهاردة فكرة صغيرة جداً مع لاعبين النادي الأهلي أطفال لسا بجنر النهاردة حبينا نتكلم عن الفيتنس بتاعهم وازاي نعمل الفيتنس بتاعهم إصلاحنا في الجيم أو في البيت تعالوا معنا النهاردة مع بعض تشوف إيه اللي ممكن نشتغلوا النهاردة مع الأطفال بطوعنا لعبين بسكت طبعاً نادي الأهلي لسا ناشئين تعالوا مع بعض تشوف إيه هي ممكن التمرين السويدي أو الإحماء العام اللي ممكن نعمله حتى قبل التمرين بتاعنا ساقة بسكت أو جنباز أو صباحة التمرين دي بتزود معدل الحرق في أجسام أولادنا بتزود اللياقة البدنية معدل اللياقة البدنية وفي نفس الوقت بتزود اللياقة البدنية الخاصة بتاعت اللعبة اللي هو بلعبها اللاعب بتاع سوق بسكة أو هند بول أو فولي بول أو صباحة أو جنباز أياً كان ما يقوم فتعالوا لقد ممكن نشوف إيه هي التمرين إذا ممكن نلعبها نبدأ مع بعضها طبعاً مع أولادنا الصغارين أول تمرين لازم نعمله مع بعض اللي هو ستيبس طبعاً هنشتغل كده على مرشة رجلي نبدأ واحد، اثنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة أوكي، تاني تمرين ممكن من غير طبعاً ما نوقف خالص نعمل جنبج جاز خفيف على مرشة رجلي ده طبعاً بيحسن الجهاز الدوري التنفسي بتاعي وبالتالي لما أشتغل عليه يبقى اللاعب بتاعي في الملعب نفسه طويل الفتنس بتاع كويس على رضو مجدودة وبالتالي بيخدم عندي اللاعب من اللاعب يكون اللقاء التقنية بتاعته ويؤدي في الملعب بأحسن صورة ده طبعاً تاني تمرين جنبج جاز تالت تمرين زي ماونت كلامبر بس إحنا واقفين بعمل رفراسة إيدي لقدام ورجل تسبق رجل طبعاً ده برضو بيشتغل عضوات الرجل والتمرين من فوق بيشتغل عضوات الكيت فوت برعة طبعاً بطني مشدودة جداً وأنا بشتغل أي تمرين عشان يحسي أداء بتاعي تالت تمرين ممكن أن أعمله سيلاً سقط معي شولدر بريس شولدر بريس شولدر بريس شولدر بريس شولدر بريس شولدر بريس سبعة تمانية تسعة عشر بعد كده اعمل رباعي انزل تحت برجلها تاني اضم رجلي واعمل جومب على مشت رجلي اتنين تلاتة اربعة لازم جدا اي تمرينة جماعة يبقى المسافة بين رجلي نفس المسافة بين كتلي عشان يبقى في بلانس هنا شغال التمرين ثمانية تسعة عشرة تالت تمين ممكن اعمله معايا هنزل هقف على رجبتي بمستوى كتفي وانزل باداية بكاف ايدي كله على الستيب نظر الاسفل على الارض وانزل هلم السدري للستيب واطلع تاجي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طبعا كل انا شغاله ده بيبقى سايكل ترينيج احنا ما نقفش فيه بنا ناخدش اي وقت راحة اللي في اخر للسيكل اخر حاجة عملها في السيكل بعمل جوم بجلال اتنين واحد اتنين بعمل جوم بجلال اتنين واعمل ارتقاء بجلال اتنين برضو تلاتة اربعة ده بيعالج جوم بتاع اللاعب خمسة ها شد نفسنا جامعة شد نفسنا قدام الملع ستة سبعة عالي الجوم بتاعي تمانية بعد كده اعمل مارش اهدي النفس بتاعي شوية بعد كده اعمل استريتشيات للجسم كله وبكده انا كده اقدمت اللاعب اوه اعدلت اللاعب ان هوا ينزل ملعب ياخد ترينيج بتاعه ايه يقدر يتشتغل بطريقة افضل وباللوكة بطريقة احسن ان هواده كنا مع بعض فتنس اطفال كان خفيف عليكم يا رب دايما انتو كنت اتفادت منه وان شاء الله اتفادت حلقة جديدة ان شاء الله مع كابتن فوكس نادي الال معالب السلام